بلبنان ما في ايميل الانسان هالشي عم يتأكد يوم بعد يوم تأكد باربع عقاب مع انفجار مرفق بيروت واستخفاف المنظومة الحاكمة بالمواطنين وبحياتهم ومستقبلهم وكرمتهم وعم يرجع يتأكد من جديد مع جرائم السلاح المتفلت اللي عم نسمع عنا كل كم يوم اخرى كان اصابة الشاب محمد عطوي برصاصة طايشة براسه ليتعلق بين الحياة والموت وقبل جريمة كفتون الكورة اللي راح ضحيتها علاء وجورج وفادي وقبل الاشكال المسلح اللي صار ببلدة اللوبيا وقودى بحياة حسين خليل وقبل ببعلبك وطرابلوس والضاحي والشويفات ومناطق اخرى كتير فصار ما بيمرق يومين بلبنان بدون الاعلان عن حادثة وجريمة نتيجة السلاح المتفلت بحسب ارقام قل امن الداخلي ارتفعت جرائم القتل بالاشهر الخمسة الاولى من العام 2020 الحالي بنسبة 82.2% مقارنة بالفترة عينها من العام 2019 مصدر امن اكد لتليفزيون نشرة انه لو وجود ارقام محددة عن الحوادث والجرائم اللي صارت بالايام الاخيرة واعتبر انه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والامنية اخرى كان الانفجار اللي ضرب بيروت قدت لضغوط نفسية وهي عوامل بتأدل نوع من الاضطراب وبتساهم نوعا ما بارتفاع معدلات الجرائم والسرئات وهيدا الارتفاع بالحوادث منطقي بظل هيدا الظروف واكد المصدر انه قال امن عم تبزل قصارى جهدة لملاحقة المجرمين والمخلين بالامن اما عن استخدام السلاح بالمناسبات ان كان افراح او احزان فاعتبر المصدر الامن انه هيدا قافة مجتمعية قديمة تمارس من قبل البعض وللوعي المجتمعي والناس دور اساسي بنبز هالاشخاص والمساعدة بلجمهم وملاحقتهم بالمقابل بيشوف الخبر النفسيين انه مفهوم الدولة اليوم سقط بالنسبة لللبنانيين ولما تضعف الدولة بتضعف سلطة الانون والخوف من العقاب او الملاحقة او تداعيات العنف فبتزيد ميول الشخص للعنف بالنتيجة بين تراخي وغياب الدولة وزعران عم يسرحوا يمرحوا لأيمتى رح تبقى حياة اللبناني رخيصة هالقد